ترقب لمصير الهدنة الأخيرة في السودان وسط آمال بأن تكون أنجح من سابقاتها الهدنة أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين وقال إنها جاءت بعد يومين من المفاوضات المكثفة وحث المسؤول الأمريكية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على التزام بوقف إطلاق النار بشكل فوري وتام خلال هذه الفترة الهدف من الهدنة يتخطى ساعاتها المتفق عليها كما هو واضح إذا أكد بلينكين أن بلاده ستنسق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتشكيل لجنة تشرف على جهود الوصول لوقف دائم لإطلاق النار ووضع الترتيبات الإنسانية كما تتزامن مع تأكيدات السكاي نيوز عربية لمساع عربية وإفريقية وأوروبية لإطلاق وساطة حوارية تستضيفها الرياض في الأسابيع المقبلة لجمع طرفين نزاع في السودان إذن خط التسوية المقترحة يقودها الكثير من الدبلوماسيين وفد عن الممثلين يضم الخارجية ووزارات وأيضا من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وفد من الجانب المصري والإماراتي وفريق من الاتحادين الأوروبي والأفريقي ورغم أن بنود هذه التسوية لا تزال غير معلنة أكد مسؤولنا أمريكي أن الأطراف العاملة عليها تشترط وقفا تاما لإطلاق النار وقد تكشف باقي تفاصيلها في الأيام المقبلة ظاهر الهدنة الحالية في السودان إنساني ورغم أن طرفين نزاع لم يلتزما بشكل تام بالهدنة السابقة تحذر الأمم المتحدة من تصاعد كارثي للوضع في الخرطوم قد يمتد إلى المنطقة بأسرها